السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم شاهد الحدث وإليكم التفاصيل مدرب البرتغال لفصال المنتخب المغربي من أفضل منتخبات في العالم أكد مدرب المنتخب البرتغال لكلة القدم داخل القاع خرخي بيراز اليوم الخامس بمدينة باطاشقوند أن منتخب المغربي يعد واحدا من أفضل منتخبات في العالم في الوقت الراحل وقال خرخي بيراز في تصريحات صحفي عقب فوزي فارق لطزاكستان بثلاث أهداف مقابل اثنين وتأهله إلى الدورة 16 وعلى غير المنتخب المغربي أتحدث من وقت لآخر مع السيد هشام الدكيك مدرب المنتخب المغربي إنما يفعل مغرب موتير للإعجاب وأضاف أكد تقديرا كثيرا للمنتخب المغربي بشخصيتي وحمستي وحسن المخاطرة التي يتحلى بها عندما يتعرض لصعوبة أثناء المباريات وأسلوب لعبه وأنا أحب هذا الفريق حقا بسبب العمل الرائع الذي أنجزه خاصة خلال كأس إفريقيا للأمم الأخيرة والتي فاز بها المنتخب المغربي وعبر عن تقديره للعمل الذي تم إنجازه على مستوى كرس القدم داخل القارة في المغرب منوح إلى أن المنتخب المغربي يعتبر واحدا من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم وبخصص المباراة الأخيرة للمجموعة الخامسة ضد أسد الأطاسر خرخي براز أن المباراة لن تكون سهلة حتى ولو ضمن الفريق المقعدين في الدور المقبلة وأشر إلى أن المباراة ضد المغرب لن تكون سهلة فخلال النصحة الأخيرة من كأس العالم انتهت موجهة بالتعادل 3-3 في 2021 في لتوانيا نريد تأمين صدرات المجموعة والمغرب يريد ذلك أيضا ستكون مباراة رائعة في كرة القدم داخل القارة وحقق أسد الأطلس فوزهم الثاني في هذه النسخة من المنديل على حساب باناما 6-3 يوم الخامس في تشقند ليضمنوا المركز الثاني على الأقل في المجموعة الخامسة ومقعد الفضل الستاش بعد فوز البرتغال على تاجكستان 3-2 في المباراة الثانية عن نفس المجموعة وحقق المغرب بذلك أفضل بداية له في نهاية كأس العالم بفوزيني في المباراة